أهلا بكم مرة أخرى. نقمل الحرى الليلة من الولايات المتحدة. حيث اختتمت الإدارة الأمريكية فعاليات شهر يناير. الذي خصصته لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. بندوة أجملت فيها ما اتخذته من تدبير في هذا المضمار. وتعهدت بمواصلة جهود ملاحقة المهربين وحماية ضحايا الإتجار بالبشر. الأرقام تشير هذه التقطيرات الدولية إلى أن أعداد الضحايا تتجاوز 25 مليون شخص على مستوى العالم. يزلزل ما يقاسونه من أهوال الضمير الإنساني الدولي عاما تلو الآخر. من قوارب الموت العابرة على ضفاف المتوسط إلى مخيمات اللاجئين عند الحدود الأمريكية المكسيكية. قد تتبدل الوجوه ولكن المحنة التي يتشارك بها مطاردو الحلمين الأمريكي والأوروبي. ربما تجد جذورها في كونهم الوقود والضحايا لظاهرة الإتجار بالبشر. ظاهرة لم تكتفي الولايات المتحدة بتخصيص شهر يناير لمحاربتها. وإنما اتخذت على مدار الأشهر الماضية حزمة تدابير تشمل خطة التحرك الوطني لملاحقة عصابات تهريب البشر. وحماية ضحاياهم. ووقع الرئيس جو بايدن في أواخر 2021 على قانون يحارب العمالة القسرية لأقلية الإيغور في الصين. ويقاطع المنتجات القادمة من معسكرات الاعتقال الجماعية التي أنشأتها السلطات في مناطقهم. كما أبرمت الخارجية قبل أسابيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات الخارجية في مسعى لتوفير فرص عمل للاجئين تحول دون سقوطهم بين براثن مهربي البشر. ما تبذلونه من جهد لا يضمن فقط محسبة من يقدمون على الجرائم الشنيعة للإتجار بالبشر. وإنما يتيح أيضا الفرصة للضحايا لإعادة بناء حياتهم. إن الحرب ضد الإتجار بالبشر تشكل إحدى أهم أولوياتنا. والتقديرات بشأن ضحايا الظاهرة المعروفة أيضا بالعبودية المعاصرة لا تقل ترويعا. إذ تحصل منظمة الدولية للعمل في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي وجود 28 مليون ضحية تقريبا لعصابات الإتجار بالبشر عالميا. ويضع التقرير ضحايا الإتجار الجنسي عند قرابة 6 ملايين شخص. بينما تحتل ظاهرة العملة القسرية صدارة الترتيب بما في ذلك نحو أربعة ملايين ضحية للتجنيد الحكومي. لا سيما للقاصرين بغرض الزج بهم في النزاعات أو لاستعبادهم في المشاريع الاقتصادية. ويصنف تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الظاهرة الصادر في الصيف الماضي دولا كالصين وروسيا وإيران واليمن وسوريا وأفغانستان. في صدارة منتهكي القوانين الدولية لمحاربة الإتجار بالبشر. ويخص بالذكر مظاهر العبودية التي تعكسها مشاريع الحزام والطريق في بكين. وتجنيد القاصرين للقتال في إيران واليمن وسوريا وغيرها. وتكشف دراسة صادرة في 2020 عن جامعة توليدو بأوهايو وقائع مقلقة بشأن دور وسائط التواصل الاجتماعي في توفير منصة لنشاط مهرب البشر. فالدراسة تقتفي 83% من جهود المهربين لاستمالة ضحاياهم إلى الفضاء الرقمي. بينما يتصدر فيسبوك وسائل التواصل لجهة النشاط الخبيث للمهربين بتسعة وخمسين في المئة. وقع يعل المناشدات لتشديد الضغوط على كاهل عمالقة التكنولوجيا للاطلاع بدور أكبر في محاربة الإتجار بالبشر. بينما تتكثف عبر الوسائط نفسها حملات التي يقودها الضحايا لنشر الوعي إزاء ما يواجهونه. للمزيد بشأن تحليل هذا الموضوع ينضم إلينا من ولاية كناتكت الأمريكية. البروفيسور في مركز التحقيق الجنائي في الإتجار بالبشر في جامعة نيوهيفن. تيموثي بانباخ. أستاذ تيموثي من الصعب عادة تحديد العدد الدقيق للبلدان التي تسهل الإتجار بالبشر. ولكن في الغالب هناك تقارير تؤكد أن تلك الدول لا تبدل الكثير من الجهود. مثلا روسيا، فنزولا، كوريا الشمالية، إيران، سوريا، إيرتريا، ليبيا، ميانمار واليمن. لماذا برأيك تلك الدول لا تسعى إلى فرض الكثير من الجهود لمحاربة الإتجار بالبشر؟ شكرا أن أسعيد بوجودي هنا للحديث عن هذا الموضوع الهام. حقيقة الأمر أن هذه ظاهرة عالمية. نحن في الولايات المتحدة وهناك الكثير من الاتجار بالبشر داخل حدودنا. على الجميع أن يقوم بعمل جيد في التعامل مع المشكلة. بالنسبة للدول التي ذكرتها، الشيء المشترك هو أن هناك شريحة كبيرة من السكان معرضين للخطر. وضعف هؤلاء الناس المتاجرون يستغلونهم للاتجار بالجنس أو لأغراض أخرى. ذكرت لأغراض جنسية أو تهريب ضحايا وإجبارهم على ممارسة بعض الأفعال التي إما تكون جنسية أو العمل القصري. وإجبارهم على حتى تهريبهم وأخذ مبالغ منهم من دون إيصالهم. هل ممكن أن تشرح لنا ما هي أهم النقاط التي ممكن وضعها تحت مسمى أو عنوان الإتجار بالبشر والتي تحصل في عالمنا اليوم؟ أعتقد أن الاتجار من أجل العمالة هو الأكبر. وقد يكون يتعلق بالزراعة مثل الساحل الغربي أو في جنوب شرقاسيا أو في أي مكان في العالم. العمالة القصرية، العمالة الرخيصة، العمالة في المنازل، كلها أشكال شائعة. الاستغلال الجنسي يحدث من أجل المكاسب المادية. ونرى ارتباطات مع المنظمات الإرهابية الذين يستغلونه للحصول على دخل وأفراد يستغلون أبنائهم أو حتى صديقاتهم من أجل ذلك. كيف عادة يتم رصد تلك الجماعات؟ في الأوينة الأخيرة، الحادثة الأخيرة حصلت مع الشخص المشهور على تيك توك وهو أندرو تايت. عندما ألقت سلطات عليه القبض متهمة إياه بالاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر. كيف يمكن رصد هذه الجماعات التي تتاجر بالبشر؟ داخل منظومة الإنترنت، سواء إنستغرام، فيسبوك، تويتر، في رأي كل واحد منها لا يقوم بما فيه الكفاية للتطرق للمشكلة. عليهم أن يتغيروا أن يفعلوا أكثر مما يفعلونه. السؤال كيف نكشفهم؟ هؤلاء أصبحوا أكثر تطوراً لأن هناك تطور في الشبكات. شبكة معينة تعمل في بريطانيا والولايات المتحدة. ويقومون بكل أنشطتهم وراء فايروول من أجل منع القائمين على إنفاذ القانون من رؤيتهم. ربما هناك نماذج لهم وهم يقومون باستغلال الأطفال والنساء. لفتني عند إلقاء القبض على أندرو تيت واتهامه من قبل السلطات الدولية بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. كان هناك الكثير من المدافعين عنه. كيف يمكن نشر التوعية بشأن هذا الموضوع الذي لا يتم الحديث عنه بما يكفي؟ هناك الكثير من الطبقات هنا. نعم. أنا أتفق معك كلية. هناك أيضا قضايا أخلاقية. وغالبا هذا هو الجانب الخاسر. كما نقول في الولايات المتحدة. هناك أناس لحسن الحظ أو لسوء الحظ. حسب رؤيتك لحقوق المرأة. هناك من يعمل في هذا المجال. وأنا أركز على منظور حماية الأطفال أولا وأخيرا. حماية الناس الضعفاء كي لا يرغموا على القيام بأعمال قصرية. ويمكن أن نفصل هذه الشريحة السكانية التي يجب أن نحميها من أولئك الذين ينخرطون فيها بشكل تطوعي. ولكن أنا أشك في ذلك. أعتقد أن هناك أناس أضطروا للعمل هذا. أستاذ تيموثي عندما ذكرت قبل قليل بأن شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الشميع لا تقوم بما يكفي لمحاربة الإتجار بالبشر. هل ممكن أن تشرح لنا كيف يتم عدر استخدام التكنولوجيا من قبل المتاجرين بالبشر لاستغلال الأفراد والضحايا؟ الاستغلال يأتي بأشكال عديدة. ولكن غالبا ما تراه هو أنه في نهاية المطاف المتاجر هو الذي يحقق الأرباح. ربما الشخص يدخل هذا المجال بشكل تطوعي إلا أنه لا يحقق أموال. هناك شيء اسمه ابتزاز جنسي فتاة 16 أو 17 نراها على إنستجرام أو تشات وهي في ثياب الاستحمام أو الميوه وترغم على عمل شيء يقولون لها إذا قمت بنزع ملابسك سنعطيك أموال أكثر. ثم يشجعون على الانخراط في نشاط جنسي وتقول لا وهنا يبدأ الابتزاز. يقولون إذا لم عليك الاستمرار في عمل هذا وإلا اتصلنا بالمدرسة أو بالأهل. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذه؟ على مدى العوام السابقة كان هناك خطوات لمكافحة الإتجار بالبشر. اليوم هناك عنصر إضافي وهو التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لمكافحة الإتجار بالبشر عبر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم؟ أعتقد أن حقيقة الأمر هو أن هذه الشركات التكنولوجية لا يجب أن تضع أو تعطي أولوية لتحقيق الأرباح. يجب أن يقيدوا إلى حد ما ما يسمى بحق التعبير من أجل حماية الأطفال. بالنسبة للحكومة يجب أن تكون هناك المزيد من الموارد. لأن هذا العمل عمل حافل بالتحدي. ولأعرف عن أي مكان يضع الموارد الكافية. نعم شكرا للبروفيسور في مركز التحقيق الجنائي في الإتجار بالبشر في جامعة نيوهيفن من ولاية كينتيكت. الأستاذ تيميثي بانبخ على هذه الأجوبة وعلى هذا الحوار.